بعد ساعات من انتهاء المهلة الإيرانية لإخلاء الأحزاب المعارضة لطهراني في الشمال العراقي مواقعها ونزع سلاحها أعلن العراق تنفيذه لبنود الاتفاق الأمني مع إيران بالتأكيد على تنفيذ إخلاء المقرات الموجودة قرب الحدود معها والتي كانت تشغلها مجميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي خطوات على ما يبدو أنها لم تغير موقف الحرس التوري الإيراني إزاء تصعيده وتهديده الأمني المستمر في الآونة الأخيرة والذي دعمه موقف وزارة الدفاع الإيراني الذي تمثل بنقل مدرعات إيرانية عسكرية بالقرب من الحدود مع كردستان في الأيام الأخيرة الماضية يتحدث الحرس الثوري الإيراني بلسان التهديد الجديد وبوضوح أكثر من السابق مفصلا أسماء جماعات كردية يقول إنه يجب تدميرها مؤكدا فيما تناقلته وسائل إعلام إيرانية أن الجميع متفق على تدميرها حالة من التناقض في الخطاب الإيراني يرى خبراء وأمنيون أنه يظهر نيات الحرس الثوري في تنفيذ هجمات بذريعة الحديث عن وجود تهديد لطهران تصريحات الحرس الثوري تلك تستكمل ناجا إيران باستهداف إقليم كردستان بشكل متكرر أمر حرك رسائل التحذير في الداخل العراقي من تحول التوتر الأمني إلى سياسي لسيما بعد أن دع أعضاء في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى كف يد إيران وتهديدها العسكري للإقليم والذي يعمق الخناق على كردستان لوجود قناعة أمريكية في تصاعد النفوذ الإيراني داخل ملفات الإقليم النفطية والسياسية والقانونية وهو ما يفتح باب التوقعات على لسان محللين باحتدام المعادلة العراقية الإيرانية الأمريكية مع تصاعد ما تصفه أمريكا بحالات الاستفزاز الإيراني كما يهدد استقرار وأمن كردستان والذي يلقي بظلاله على العراق ويصعب مشوار حكومات الإصلاحية في الأمن والسياسة والاقتصاد اشتركوا في القناة